السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ بنت اليمن اليوم إن شاء الله بنسوي مع بعض العقدة اليمنية بالدجاج نتابع مع بعض الخطوات والمقادير الخطوة الأولى بنحتاج إلى 2 من صدور الدجاج المقطعة بهذا الشكل أو نصف حبة دجاجة سوى بالعظم أو بدون العظم بنضيف عليهم فلفل أسود حسب الرغبة وكمان من حسب الرغبة وملعقة كبيرة من الكركم وبنحركهم مع بعض على نار متوسطة ونغلق على القدر لما يستوي الدجاج وإذا أحتاج إن نحن نضيف ما نضيف شوية وهذا شكل الدجاج بعد ما أستوى بنخليه على جنب في الخطوة الثانية بنحتاج إلى بصل مقطع إلى شرائح 2 أعواد فلفل أخضر حار أو حسب الرغبة مقطع إلى طوال وكمان كوس مقطع إلى طوال طماطم مقطع إلى شرائح و3 فصوص ثوم مهروس بعدها بنسخن ثلاث ملاعق من الزيت وبنضيف جميع الخضروات اللي قلناها ونحركهم مع بعض مدة خمس دقائق وبعدها بنضيف البهارات نصف ملعقة كبيرة كمون مطحون ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة نصف ملعقة كبيرة من البابريكا وربع ملعقة من الكركم ونحركهم مع بعض ونخليهم على النار لا ما يذبلوا تماما مع التحريك المستمر بين كل فترة وفترة وبهذا الوقت بناخد الدجاج ونمشره من بعض بهذه الطريقة ونقطعهم واذا بتسوي نصف حبة دجاجة ومع العظم ابعدي اللحمة من العظم وخلي بسلع الآن وبعد ما ذبلت كل الخضروات بنضيف اللحم اللي سويناه وكمان بنضيف حبتين بطاطة مقلية نقطعها الى طوال ونحركهم مع بعض ونخليهم على النار تقريبا لمدة ثلاث دقائق مش اكثر واذا حابين كما نضيفه في الاخير شوية كزبرة عشان تجي بنكها افضل وهكذا بتكون عيدات الدجاج جاهزة بتقدمها في صحن التقديم مع الخبز او مع الرز وهذا بيكون شكله النهائي وبالعافية فاذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اعجاب وايضا اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد ودمتم في رعاية الله وحفظها حبتي اشتركوا في القناة عشان